نشرت غرفة عمليات غضب الزيتون اليوم خبرا مرفقا بالفيديو والصور على موقعها الرسمي قالت فيه أن قواتها نفذت عملية جنوب إدلب قتل فيها اثنان من ميليشيا فيلق الشام وأنه تم تدمر نقطة للمجموعة بالكامل وقالت غضب الزيتون أنها تتبنى العملية النوعية التي حصلت في الريف الجنوبي لإدلب وذلك ردا على الانتهاكات المستمرة من قبل الميليشيات التابعة للاحتلال التركي بحق أهالي منطقة عفرين من نهب وسلب وإهانة للمواطنين الأبرياء وتوعدت غرفة عمليات غضب الزيتون كافة الميليشيات التي ساندت وشرعنت وجود الاحتلال التركي في عفرين بالانتقام العسير في كافة أماكن تواجدهم في إدلب عفرين وأعزاز ومارع الباب جرابلوس الرعي